السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نعمل جولة على أهم المعلومات وأهم موضوع يمكن في فيديو اليوم هو قرار المحكمة الأوروبية رح نبدأ ولكن بالإضرابات نقابة العمال فيادي دعت مرة أخرى العاملين في وسائل النقل العامة للمسافات القصيرة الـ OPNV في المدن الألمانية إلى إضراب جديد غدا يوم الخميس في كل ألمانيا شهدنا في وقت سابق أيضا إضراب واسع في ألمانيا لـ 130 شركة عاملة في ألمانيا وهذا سيعني أن الإضراب سيشمل مرة أخرى حركة الـ OPNV في المدن الألمانية ليست كل الشركات وليست كل وسائل المواصلات والنقل ولكن بشكل عام رح نشهد خاصة في مقاطعة نوتين في سفال استجابة واسعة ربما لإعلان هذا الإضراب أما الدعوة للإضراب فجاءت قبل بيوم من بدء المفاوضات الجولة الثانية من المفاوضات مع أرباب العمل يوم الجمعة يعني نوع من ممارسة الضغط الشديد والجديد قبل بدء المفاوضات على حقوق العاملين في هذا القطاع لذلك لكل أحباء غدا اللي بتنقلوا في وسائل المواصلات العامة أنه تاخدوا فكرة أو تشوفوا إذا الشراسنبان أو الأوبان أو الباص رح يمشي في مدينتكم حسب الشركة العاملة في مدينتكم إذا كانت مشاركة في الإضراب أو إذا كان في خطط بديلة فكل شخص في مكان سكنه لازم ينتبه لها الإضراب الموضوع التالي بناء على طلب العديد من الأحباء اللي بتعبون القناة رح أوضح الآن قرار المحكمة الأوروبية من جاء إلى ألمانيا ولم يقم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا حصل في ألمانيا لفترة طويلة خاصة بعد 2016 على صفة الحماية الثانوية مثل البقية ولم يحصل على صفة اللاجئ يعني حصل على إقامة السنة ولم يحصل على إقامة أو صفة اللجوء الثلاث سنوات والجواز السفر الأزرق هذا كان المعمول به في ألمانيا لفترة طويلة طبعا كما نعلم العديد من الناس ترغب الحصول على جواز السفر الأزرق وصفة اللاجئ لأنها إقامة ذات مميزات أفضل حصول على الإقامة المفتوحة أسرع أسهل الجنسية الألمانية وجود جواز السفر يمكن التنقل به فالعديد من الميزات الإضافية لهذه الإقامة طبعا لاحقا لما الشخص يعني بيحصل على الجنسية الألمانية يعني لم يعود لذلك الدور طبعا لم الشامل أيضا فيها أسهل ففيها العديد من المميزات لذلك هي الإقامة الأفضل والمرغوبة بشكل أكبر ولذلك فإن البنف منح لفترة طويلة طالبي اللجوء في ألمانيا مما لم يقوموا بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا حسب البراغغراف أربع الأزول جزيتس تم منحهم صفة زوبسيديا شوتز ولم يتم منحهم حسب باراغغراف ثلاثة الأزول جزيتس طبعا الفلوشلينكس ايغنشافت يعني هذا ما تم العمل به لفترة طويلة في ألمانيا لكن في عام 2020 صدر قرار من المحكمة الأوروبية تحدثنا في وقتي عن هذا القرار هو القرار أكتنسيش سأحط لكم بالتفاصيل اللي حابب يستفيد منه 238-19 قرار المحكمة الأوروبية في عام 2020 يقول أن من يقدم طلب لجوء لم يقوم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا ويعتبر أن عدم أدائه لهذه الخدمة هو سبب أنه يمكن أن يكون ملاحق سياسيا أو أن يتم القاء القبض عليه في هذه الحالة أن يتم سحبه أو يلقاء القبض عليه إذا قدم طلب اللجوء بناء على هالأساس بعد 2020 قرار المحكمة الأوروبية هذا كان لديه حظوظ أفضل أنه يحصل على صفة اللاجئ الفلوشلينكس ايغنشافت من قبل البامف في ألمانيا فالفكرة هي أن من قدم قبل هذا التاريخ هو قبل قرار المحكمة الأوروبية عام 2020 كلهم تمام منحهم صفة الحماية الثانوية فقط فالفكرة الجديدة هي أنه بعد قرار المحكمة الأوروبية عام 2020 العديد ممن قبل هذا القرار الأوروبي لم يحصع صفة اللاجئ وحصع صفة الحماية الثانوية بدأ بالتفكير طبعا بإعادة طلب اللجوء أو يقدم طلب لجوء لاحق لهو الأزول فولغا أنتخاك لدى البنف لتعديل إقامته أو يعني دعوة على الأقل لطلب صفة اللاجئ بدل من صفة الحماية الثانوية ولكن عادة البنف يقبل بأزول فولغا أنتخاك فقط إذا كان في تغييرات جدية أو جزرية حصلت متعلقة بملف اللجوء وبناء عليها يقبل فقط بإعادة النظر في طلب اللجوء يعني بأزول فولغا أنتخاك فقط في هذه الحالة فالسؤال كان بعد قرار المحكمة الأوروبية هل هذا الشيء متوفر الآن؟ بل لذلك طبعا نعرف أنه في وقت هنا يقام شخص سوري أيضا برفع دعوة وتقديم طلب في هذا الاتجاه فما هو الجديد الآن؟ الجديد الآن هو راح أحاول أبسط الموضوع قرار جديد للمحكمة الأوروبية ففي هذه الحالة القرار الجديد يقول أنه القرار القديم عام 2020 يعني أنه أي قرار جديد يغير من المحكمة الأوروبية هو يعتبر تغيير جديد يسمح بالتقديم طلب لاحق لهو الأزول فولغا أنتخاك إذن صدور قرار عام 2020 والآن يعني أنه هل ستطبقها ألمانيا؟ فاعتبرت القرار الجديد للمحكمة الأوروبية أنه هذا القرار القديم شكل تغيير قانوني وبالتالي يسمح بإعادة فتح الملف أمام البنف في ألمانيا أو قبول الطلب الجديد اللي هو الأزول فولغا أنتخاك هذا هو التغيير الحاصل الآن بعد أن تم طبعا تقديم طلب بذلك ومن سيحكم الآن على الموضوع أيضا هنا في زيجما غينل لأنه البنف رفض أن يفتح ملف جديد يعني لشخص يطلق طلب اللجو بناء على قرار الأوروبي فبالتالي إذا قررت محكمة الأمس كغيشت يعني في زيجما غينل أو المحكمة الإدارية في زيجما غينل إذا قررت أنه لا يجب فتح الملف فهذا يعني أن البنف سيقبل طلب التغيير الذي قدمه أو الأزول فولغا أنتخاك بالأخير ماذا يعني ذلك؟ إذا تم قبول طلبه فهذا يمكن الاستناد عليه الآن لكل شخص لم يحصل على صفة اللاجئ وإنما حصل على صفة الحماية الثانوية سواء الآن قبل 2020 بشكل خاص قبل 2020 وحابب يغير نوعي قامته لأي سبب كان يعني فهذا قد يفتح الآن الباب ليست تأكيدا ولكن قد يفتح الباب بالمجال الجديد لتقديم أزول فولغا أنتخاك لدى البنف في ألمانيا المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حاولت أختصر الموضوع بشكل بسيط بكل الأحوال أي شخص يتجه لهالاتجاه طبعا بالتأكيد بحاجة إلى محامي مختص بالقوانين بجانبه يقوم بذلك هاي الفكرة العامة أنا أقدمكم بالأخير بتكون رجاء الاختصاص يلي هو المحامي يلي حابب يرجع يرفع دعوة جديدة لمحاولة تغيير إقامته طبعا بعد أن يتم البت بهذا الموضوع أيضا بشكل نهائي في ألمانيا ننتقل إلى الموضوع التالي بعد أن وصل رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك إلى الحكم لرئاس الوزراء في بولندا توجه الآن بزيارة إلى ألمانيا إلى المستشار الألماني أولاف شولز وقام باستقباله حتى بمراسم عسكرية رسمية في هذه الزيارة جدد مطالبه حتى بعد تغير يعني الآن رئيس الوزراء في بولندا جدد مطالبه لألمانيا بأن تقوم بدفع تعويضات إلى بولندا عن مجرئات الحرب العالمية الثانية سواء التعويضات وقال أنه لم يتم دفع تعويضات أخلاقية أو مالية أو مادية لبولندا حجم المبلغ المطلوب اللي عبدالطالب في بولندا هو 1.3 بليون ايغو طبعا هذا الرقم كل ما بذكره بصير في خلاف عليه في التعليقات باللغة الألمانية البليون هي 1000 مليار يعني نحن هم تحدث عن 1300 مليار يورو رقم هائل جدا جدا عبدالطالب في بولندا على الأقل هذه المرة المطالبة بشكل ألطف لأنه في تفاهم بين الحكومة الجديدة وبين الحكومة الألمانية ولكن هذا المطلب يبقى الآن قائم ويزيد الضغط على ألمانيا طبعا نعرف يعني الغاز الطاقة شركات الاقتصاد الآن الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا الحرب يعني في الضغطات عبدالزادة الألمانية والآن مطالب حتى بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية ولكن ألمانيا ردت مرارا على هذه المطالب ووزارة الخارجية الألمانية واعتبرت أن هذا الموضوع حل بشكل نهائي في اتفاقيات السفاي بلوس فيها فتخيقة اللي هي 2 زائد 4 اللي تم في حل كل الأمور وإعادة يعني أيضا السيادة لألمانيا ودفع تعويضات العديد من الدول وأنه تم تنظيم الأمر في هذه الاتفاقيات ولم يعود مجال لهناك مجال لإعادة فتح الملفات لطلب تعويضات جديدة مثل مطالب هولندا الآن في الموضوع التالي بعد التصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجديد للرئاسة حول أن الدول الأوروبية التي أو عضاء حلف الناتو الذين لا يقوم برفع موازناتهم الدفاعية ويقومون بتقديم يعني بالدفع في هذا الاتجاه في حلف الناتو فإنه لن يقوم بالدفاع عنهم وسيتركهم لمصيرهم إذا وسيشجع روسيا القيام بما ترغب أن تفعل به هذه التصريحات كانت قاسية جدا وتعرضت الآن لانتقادات شديدة من عدة جهات من شكل رئيسي من الرئيس الأمريكي الحالي كمان جو بايدن يعني غريبة عن سياسة أمريكا وأيضا المستشار الألماني بشكل خاص لأنه الاتهام تم اعتباره أنه موجه بشكل خاص يعني إلى ألمانيا فالمستشار الألماني أيضا الآن رد بشكل حاد على هذه التعليقات ضمن زيارة الرئيس الوزراء الهولندي إلى ألمانيا وقال حرفيا المستشار يعني لا أحد مسموح له التلاعب أو المتاجرة بأمن أوروبا وكذلك انتقادات شديدة من الرئيس الألماني فخانك بالتاشتاين ماير في هذه الحالة حرفيا أيضا قال يعني أن هذه التصريحات لا تساعد على القوة التي بحاجة لها حلف الناتو فانتقادات ألمانية شديدة لأنه الكلام يعتبر أنه موجه بشكل خاص لألمانيا ولكن بعد هذه التصريحات قول وفعل تبين الآن أن ألمانيا قامت وأخيرا برفع موازناتها العسكرية إلى 2% المطلوبة من حلف الناتو من ضمن الناتج المحلي الكل الألماني وبذلك فإن ألمانيا وللمرة الأولى ومنذ 30 سنة تقريبا منذ عام 1992 قامت للمرة الأولى برفع موازناتها بشكل كبير جدا إلى 2% من ناتج المحلي لكل بالأرقام باعتبار اقتصاد ألمانيا قوي من ناتج المحلي هو أكبر من دول أخرى يعني 2% حسب اقتصاد كل دولة بالنسبة للاقتصاد ألمانيا الـ 2% تعني 73.41 مليار يورو سنويا الآن تم رفع موازنة ألمانيا مخصصة للجيش الألماني والدفاع والتسليح طبعا غير المئة مليار اللي هي التي تم تأسيسها الوعاء المالي لعادة تسليح وبناء وهيكلة الجيش الألماني هذه هي الموازنة السنوية التي يتم تخصيصها لوزارة الدفاع الألمانية وبالتالي من المتوقع الآن الإعلان عن هذه الأرقام في اجتماع حلف الناتو اليوم لوزاراء الدفاع سيكون هناك اجتماع اليوم ويستوجه هناك بوغسبستوغيس وزير الدفاع الألماني وفي جعبته وأخيرا تحقيق الهدف المطلوب رفع موازنة ألمانيا إلى 2% هذه المعادلة قد تتحقق لدى حوالي سلسي دول العضاء في حلف الناتو مبدئيا وهذا يعتبر رفع في موازنات الدفاع للعديد من الدول الأوروبية أو الدول العضاء في حلف الناتو والهدف من ذلك تم تشاري إليه مرة أخرى هو إرسال رسالة واضحة إلى روسيا إلى أن دول حلف الناتو تقوم بالاستداد والجاهزية حتى لا يفكر أحد بالاعتداء على أي دولة في حلف الناتو وهيكم كنا عملنا جولة واسعة الهم المعلومات بشكل سريع ومختصر ومفيد قدر الإمكان تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته